موسيقى سأخبركم كسة النبي هود عليه السلام استمعوا الآن بعنايا بسم الله بعد التوفان الذي حدث وقت النبي نوح سكن نسل النبي نوح عليه السلام الأرض فقد كان للنبي نوح أحفاد كثيرون وكان لديهم الكثير من الأحفاد أيضا هكذا لما سكان الأرض بسرعة واستقروا في اليمن القديمة فقد كانوا من نسل إيرام أحد أحفاد النبي نوح عليه السلام كان يطلق عليهم كومعاد كانوا أكوياء كبيرون جدا وكانوا يعملون بالجد أيضا وكانوا معروفين بمهاراتهم خاصة في تشهيد المباني الشاهقة الجميلة لما أهل إيرام وأقاموا أبراجا ضخمة على كمة كل جبل قريب كانوا فخورين جدا بما أصبحوا عليه في البداية كانوا جميع المسلمين صالحين ولكن مع مرور الوقت أضلهم الشيطان صنع أهل المدينة أصناما من الحجرة وبدأوا في عبادة الأصنام وتجاهلوا تحذيرات الله وعبدوا هذه الأصنام بدلا من عبادة الله سبحانه وتعالى فأرسل الله نبي آخر إلى الأرض وفي هذه المرة اختار الله النبي هود عليه السلام من بينهم ليحذرهم قال نبي الله هود لقومه أن الله أرسلني إليكم وهو الذي خلق كل شيء على الأرض وفي السماء وهو الذي أعطاكم كل هذا العالم وأعطاكم أطفال وخلق لكم الحيوانات التي تنفعكم فيجب عليكم أن تتوقفوا عن عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى يجب عليكم أن تعبدوه وتطيعوه لكن أهل عاد صرخوا في النبي من أنت لتنصحنا لماذا يجب أن نسمع لك وتجاهلوا كلام النبي هود عليه السلام رد النبي وقال لهم أن الله اختاره حتى يكون رسول الله وقال لهم إني أخاف عليكم من عقاب الله لكن الناس لم يسمعوا كلام النبي رد الناس على النبي وقالوا له أنت لست سوى كاذب لماذا نستمع إلى كلام كاذب مثلك قال لهم النبي أنا لست كاذبا فقالوا أهل المدينة إن لم تكن كاذبا اثبت أن ما تقوله لنا صحيح قل لربك أن يرسل علينا عقاب حزن هود عليه السلام عندما سمع هذا الكلام من قومه وحسب خيبة الأمل وقال أنا لست كاذبا أنا رسول الله ولكن لم يؤمن به أحدا وذهبوا جميعا حاول النبي هود عليه السلام أن يتحدث مع القبائل المختلفة أيضا قال لهم هل تعتقدون أن المنازل التي تم بنائها ستستمر إلى الأبد تذكروا أن الله هو الذي أعطاكم السروات وهو الذي أعطاكم الكثير من النعم هو ربي وربكم فيجب أن تعبدوا الله وحده لقد حذرهم بالفعل كثيرا إذ لم تطيعوا الله سبحانه وتعالى سوف يختار بعض الأشخاص الآخرين ليحلوا مكانكم الله يعلم ويسمع كل شيء ولكن أفراد القبائل رفضوا أيضا وبدأوا في مناداته بالأحمق والكاذب حاول النبي مرة أخرى إقناعهم قال لهم يا قوم أنا لست أحمق ولا كاذب إني رسول من رب العالمين ولكن كان الكلام بلا فائدة وهم بدورهم أداروا ظهورهم له واستمروا في عبادة الأصنام ولكن بعد ذلك بدأ عدد قليل من قوم عاد يستمعون إلى كلام النبي يهود عليه السلام وفي ذلك الوقت أدرك النبي يهود أن الله سوف يعقب أهل عاد قريبا بعد عدة أيام انتشر الجفاف في جميع أنحاء الأرض ولم تعد السماء تنزل الأمطار حتى أحركت الشمس رمال السحراء جاءت الناس إلى النبي يسألون لماذا هذا الجفاف يهود فأجاب النبي هذا غضب من الله عليكم فيجب أن تتركوا عبادة الأصنام وترجعوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنكم ويرسل لكم الأمطار ولكن الناس ضحكوا على النبي وقالوا عليه أحمق مرة أخرى زاد عناد الناس أكثر وأكثر وإزداد الجفاف وتحولت الأشجار إلى اللون الأصفر وماتت النباتات ولكن الناس استمروا في عبادة الأصنام مرة تعدت أشهر ولم تمتر السماء أبدا ورفضوا أهل عاد قبول الله إلها لهم وصلوا للأصنام حتى ترسل الأمطار على الأرض ولكن الجفاف استمروا لثلاثة سنوات وفي يوم من الأيام كان النبي يصلي صلاته أمره الله أن يجمع كل الناس الذين آمنوا معه وأن يغادروا مدينة عاد وبعد ذلك بوقت قصير ظهر السحابة سوداء ضخمة في السماء على أهل عاد لم يدركوا الكفار أن الله هو الذي أرسل تلك السحابة كتحذير لهم ظنوا أن هذه السحابة الكبيرة سوف تجعل الجفاف يذهب وتأتي بالأمطار واستمروا فيها عبادة الأصنام مرة أخرى ولكن تغيرت تقصف فجأة من هواء حر وساخن إلى هواء شديد البرودة مع رياح حزت كل شيء من الأشجار والنباتات والخيام وحتى الرجال والنساء زادت الرياح يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة أدرك أهل عاد أن هذا هو عقاب الله لهم وبدأوا في الفرار ركضوا إلى منازلهم للاختباء ولكن الرياح أصبحت أقوى ومزقت منازلهم ثم اختبأ الناس في البيوت الضخمة التي قاموا ببنائها فوق الجبال لكن الرياح كانت قوية جدا وهدمت المباني أيضا وماتوا الكفار الذين كانوا في هذه المباني الضخمة واستمرت العاصفة ثمانية أيام وسبع ليالي لم تتوقف الرياح في المنطقة كلها وتحولت كل المباني إلى أنقاض وهلك كل الكفار الذين كانوا في مدينة عاد وكان النبي يهود وما معه في أمان لأنهم كانوا يطيعوا الله سبحانه وتعالى في كل شيء وعشوا فيه سلام واستمروا فيه عبادة الله وبكده تكون قصتنا خلصة النهاردة ما تنسوش تعملونا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان هنكمل بأي قصص الأنبياء وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم ما تنسوش تقولونا استفدتوا من القصة يا أحبابي باي إلى اللقاء مع قصة جديدة